قبل دقائق قليلة وصلت بالفعل حافلة تقل المحتجزين من الجانب الفلسطيني إلى الجانب المصري عبر معبر رفح البري يعني هناك حافلة كبيرة دخلت إلى معبر رفح في الجانب الفلسطيني وتسلمتهم من الصليب الأحمر الدولي وقامت بالعودة بما الدخول إلى معبر رفح في الجانب المصري حيث يتم إجراء وتوقيع الكشف الطبي والفحوصات اللازمة لهم الآن حيث يتولى الإسعاف المصري ويتولى أطباء مشرفون التواجد داخل معبر رفح من أجل أن يخضعوا لهذا الكشف الطبي حتى يتأكدوا من حالتهم الصحية بعد ذلك من المقرر في غضون دقائق القليلة المقبلة أن يتوجهوا بعد ذلك لها معبر العوجة وهو المعبر الذي يتم في اتخاذ الإجراءات اللازمة على الشحنات نفس مصار الشحنات سيكون هو نفس مصار الحافلة التي تقل المحتجزين بعدها سيتم تسلمهم إلى الجانب الإسرائيلي ومن المقرر أن تكون هناك طائرة عسكرية إسرائيلية ستتولى نقلهم بعد ذلك إلى مناطق مختلفة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو إسرائيل وبالتالي هناك ترتيبات معينة ومجهودات كبيرة حرصت الدولة المصرية على أن تجريها خلال الماضية من أجل أن تصل إلى هذه المرحلة وأن يكون هناك وقف لإطلاق النار ولو بشكل مبدئي في إطار هدنة تسمح بإدخال المساعدات وتسمح كذلك بإجلاء مزيد من المصابين وكذلك تسمح بخروج بعض من المحتجزين لدى حماس وكذلك تسمح بخروج أيضا عدد من المحتجزين أو الأسرى الفلسطينية في السجون الإسرائيلي يبقى المشهد حاله داخل معبر رفح في البوابة التي تتواجه خلفنا هناك كشف طبي يجرى على من قدموا من الأراضي الفلسطينية من قطاع غزم من كانت تحتجزهم حماس حتى يتم تسليمهم بعد ذلك إلى الأراضي الإسرائيلية اشتركوا في القناة